فتلاقيني دائم البحث عن هذه الوقاية وربما لأن الوقاية خيروا من العلاج يعني حكمة قديمة لكن لا تخلو من دلال عالم بتتخلي مع ابن سيد عبدالوهاب في الحكاية دي؟ لازم في ناس كتير كده يعني يمكن احنا ما بنختشيش بنقول في ناس تختشي تقول أو ما عندهاش فرصة تقول يعني فيش واجه شبه بين أنيس منصور ومحمد عبدالوهاب في عدائهم الشديد للبرد بالذات يمكن عبدالوهاب معزور لأنه راجل صاحب حنجرة وإن كنت أنا بعتقد أن عبدالوهاب لا يصاب بالبرد إطلاقا وإنما كل اللي بيصاب به أنه بيتعاطى أدوية قوية بتتعبه بالضبط زي ما واحد يمسك شمسية بلاج خوفا من المطر فعلا بتمنع عنه المطر لكن لأنها كبيرة بتوجع درعته فعبدالوهاب الأدوية الوقاية هي اللي بتوجعه مش المرض نفسه معاشرة عبدالوهاب صعبة؟ أنت صديق للعبدالوهاب يعني؟ عبدالوهاب معاشرته دي كلمة كبيرة يعني يمكن تسأل عنها الزوجة لكن الصداقة هي لحظات من الالتقاء وهو عبدالوهاب فنان ممتع الحديث حقيقي يعني الفنان معبر لأن الفن هو تعبير جميل سواء بالريشة أو بالريشة أو بالقلم أو بالآلة الموسيقية المهم أنه يعبر لأن الفن هو أن يتخفف الإنسان من المعاني التي به ويضعها بشكل ما على مسمع أو مرأة من الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر